على اللحظة كده انا عايز بس ايه اغير دي اهي وكده ماشي كلامنا النهاردة هيبقى على الريكتلينيار موشن عشان نتكلم على الريكتلينيار موشن لازم نعرف اصلا الكورس كله على بعضه بيتكلم عن ايه يعني احنا الكورس بتاعنا اسمه الديناميكس يعني ايه دايناميكس وهندرس ايه في الديناميكس وهندرس من انهي كتاب وايه الطابيكس اللي علينا طب الطابيكس ديت في منها قبل الميت ترم وفي منها بعد الميت ترم طيب انا عشان انجح في الكورس دوت محتاج اذاكر ازاي واعرف ايه واحل ايه كل الكلام دوت تعالوا نقوله سريعا كده في الصفحة المفتوحة قدامكم دلوقتي الكورس بتاع الديناميكس بيتقسم نصين الكورس بتاع الديناميكس متقسم معايا لنصين النص الاولاني اسمه كاينماتيك والجزء التاني اسمه كاينتك طب انا لما كنت اخدت معاك يا دوكبر حاكتين اخدت بارتكل بارتكل واخدت ريجي بادي اخدت بارتكل واخدت ايه ريجي بادي احنا في الديناميكس هنا هندرس الديناميكس اوف بارتكل والتصة لأن اللي كنا بنقوله من شوية الناس تفلي الميكس بتاعها او 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 افعلالنها افعلالنها يا جماعة محدش يقاطع الشاح بفتح الميكس دكتور، لا يجب أن الصوت يقطع وفيه لغواشة الصوت يقطع وفيه لغواشة ستجد عيب من النت ويتصلح كمان شوية أنا لا أعلم، أنا أتكلم جيد ومحضرة اللي فاتي كان جيدا يمكن أن يكون عندك وأكون هم تكتب على شيئا، كده تضبط كده تضبط؟ حسنا، عمد لله الديناميكس أوف بارتكيل، بقول إن إحنا هندرس الديناميكس أوف بارتكيل النصين كاينماتيك وإيه؟ وكاينتك كاينماتيك يعني طيب، كده الصوت يعني كويس، الحمد لله الصوت بيقطع، الصوت وحش، عندنا كلنا، طب الصوت كده كويس ولا فيه مشكلة؟ أنا ما عملتش حاجة والله أنا ما عملتش حاجة، أنا عمال بشرحة يعني مع يعني بصوا لما الصوت يلغوش يكتبوا لي عشان إيه؟ أعيد الحتة اللي لغوش فيها الصوت معنا ما يقدرش نعمل غير كده، خلاص؟ هو تقريبا المعاد دوت، لأن أنا فاكر إن ترمل فاكرة نفس المشكلة بتحصل المعاد دوت الساعة عشرة ده بيبقى تقريبا كل المحاضرات شغلة أونلاين فبيبقى فيه ضغطة، يعني فيه ضغطة على تيمز، على برنامج تيمز نفسه، فده اللي بيعمل التقطعات دي فلما يجي، لما أشرح حتة ويكون فيها تقطيع، قلوا لي وأنا عيدها لكم تاني، حاضر عيني أنا بقول إن الديناميكس أوف بارتكيل بتتقاس، هنقسمها مع بعض نصيين كاينيماتيك وإيه؟ وكاينيتكس يعني إيه كاينيماتيك ويعني إيه كاينيتك؟ كاينيماتيك معناها إن أنا نهدس الموشن بتاعة البارتكيل يعني أقول لك كده استادي استادي ذا بيهيفيور ذا بيهيفيور اوف زا بارتكيل ذا بيهيفيور اوف زا بارتكيل وزين زا موشن وزين دا موشن فمعليش يا دكتور، يعني إيه البيهيفيور اوف زا بارتكيل ديت أصلا؟ أقول لك البيهيفيور اوف زا بارتكيل يعني عايزين يشوف ملامح الموشن إيه؟ برضو يا دكتور يعني إيه ملامح الموشن؟ أقول لك بص إحنا عشان نعرف البارتكل بيتحرك إزاي لازم نعرف الفاليوز بتاعة الثلاث حاجات لازم نعرف مكان البارتكل فين في كلمة اللوكيشن طب اللوكيشن ده بيتغير بريت قد إيه في كلمة اسمها الفلاستي والفلاست ديه بتتغير بريت قد إيه في كلمة اسمها أكسلريشن يبقى احنا هنتكلم على الثلاث كلمات دول خلال الجزء بتاع مين بتاع الكاينماتيك الكلام ده هيتحرك معانا في محورين المحور الأولاني اسمه ريكتي لينيار موشن ريكتي لينيار موشن والمحور التاني تحت عنوان الكيرفي لينيار موشن يبقى احنا هندرس الكاينماتيكس أوف بارتكل وهندرس التلاتة فاريبلز دول مكاني سرعتي والأكسلريشن في منطقتين المنطقة الأولانية اسمها ريكتي لينيار موشن والمنطقة التانية اسمها ايه كيرفي لينيار موشن في منطقة الكرفلينير موشن هنحتاج تلات لغات هنحتاج تلات لغات اللغة الاولانية انتوا عارفينها ودرستوها اللي هي الكارتزيان كوردينتز الكارتزيان كوردينتز الكارتزيان كوردينتز دي اللغة اللي هي بتعمل بذرابة ز ايه اكس وواي واي وازي ال-x وال-y وال-z دول بيوصفوا الكيرفيلينيار موشن في لغة تانية او هناخد لغتين كمان لغة اسمها normal and tangent coordinates واللغة التالتة اسمها radial and transfers coordinate يبقى انا عشان اوصف particle ماشي في كيرف محتاج لغة من ثلاثة كارتيزيان normal and tangent وإيه ورادية الـ and transfers الكارتيزيان coordinates ديت هناخد فيها application مشهور قوي اسمه projectiles اللي بالعربي ايه المقزفات اعتقد سمعتوا عنها من ايه من سنة عامة او ما سمعتوش عنها مش قضيتي هفاهمها لكم برده كل اللي انا قلته دلوقتي ده قبل الميتر يبقى انا لازم وانا داخل امتحان الميترم ابقى اعارف افكار الركترينيار موشن وافكار الكيرفلينيار موشن بكام لغة بثلاث لغات كارتيزيان وnormal and tangent وradial and transfers وطبعا تبقى فاهم الابليكيشن بتاع الـ projectiles هنيجي بقى بعد الميترم نتقابل عشان نشرح ايه الـ kinetics of particle يعني ايه الـ kinetics of particles يعني هنستادي the forces او بلاش بقى the forces ديت the applied forces cause the motion ما هو خلي بالك هو الـ particle اتحرك ليه اتحرك عشان حد يزاقه بـ force طب ليه دكتور كتبت applied force عشان احنا في مادة الميكانيكس عامة ما بنهتمش غير بالـ mechanical forces او الـ applied forces او الـ contact forces اللي هما باختصار مين attention force والـ compression force اي forces تانية لا مش موضوعنا بتبقى موضوع حد تاني فالـ kinetics of particle ديت هندرسها بـ 3 طرق الطريقة الاولانية هي علاقة الفورس بالـ acceleration تحت عنوان الفورس acceleration method قانون نيوتن الطريقة التانية لدراسة الفورس هي علاقة الفورس بالـ energy تحت عنوان الـ work and energy method work and energy method والطريقة التالتة والاخيرة لننهي بها الكورس دوت هي الـ impulse and momentum method momentum method ايه بدول كده ثلاث طرق هناخدهم بعد الميت ترم عشان نوصف ايه الفورس اللي بتأثر على الـ part طبعا السؤال للمشاع يا دكتور هو انت في الفاينال هتسألنا على بداية الكورس ولا لا يعني انت دلوقتي في الميت ترم امتحنتنا في الـ rectilinear هل بقى حضرتك لما تيجي تمتحننا فاينال هتسألنا فيهم تاني بص الاجابة الظاهرة لا يا ابني مش هسألك فيهم انا هسألك بس في الكاينيتكس بس خلي بالك برضو حضرتك مش هتعرف تجاوب اي سؤال في الكاينيتك غلما يكون عارف ايه غلما يكون عارف كاينيماتيك يعني صحيح ممكن ما اسألكش سؤال صريح في الكاينيماتيك لكن هتلاقيه غصب عنك بتعمله كستيب عشان تحل ايه تحل الكاينيتكس طيب تعالوا نشوف عنوان النهاردة عنوان النهاردة هو rectilinear motion واضح ان البارتكل لما يتحرك هيتحرك في حاجة من الاتنين البارتكل موفز ان استريت لاين او كيرف باس لو البارتكل ماشي في ستريت لاين بنسميها ايه ريكتيلينيار موشن ولو البارتكل ماشي في كيرف بنسميها ايه بقى بنسميها كيرف لينير موشن طب ايه الف تعالوا كده عشان نوضح الفرق نرسم الطريق ده الطريق ده هو كان ستريت لاين بعد كده قلب بقى الكيرف ده وتعالوا نقول ان معايا بارتكل كان موجود هنا تعالوا نعتبر البارتكل ده عربية انا بس اصلاها من فوق او ادي المكان رقم واحد وادي المكان رقم اثنين او وادي المكان رقم تلات مكان رقم واحد والمكان رقم اثنين والمكان رقم ايه رقم تلات طبعا كل مكان من دول اسمه مكان يعني ليه لوكيشن لكن احنا عايزين نتكلم على الفلاسطي شكلها ازاي والاكسلريشن شكلها ازاي تعالوا كده نحط رموز هنشرحها بالتفصيل كمان شوية هنعبر عن الفلاسطي برامز في وهنعبر عن الاكسلريشن برامز اسمه ايه الفلاسطي قال لي خلي بالك وديها نثبتها كمان شوية ان الفلاسطي اس تانجنت تو زا باس دايما الفلاسطي بتبقى ايه بتبقى تانجنت باراليل بتبقى موازية بتبقى منطبقة على ايه على الطريق اللي انا ماشي عليه وده منطقي جسم العربية بيبقى على الاسفلت اللي انا ماشي عليه يعني معنى كده ان انا لو حبيت في الكيس رقم واحد ارسم الفلاسطي هرسمها كده او ادل بي طب في الكيس رقم اتنين والكيس رقم تلاتة بقيت كيرف والكيرف ليه نقطة اسمها سينتر اوف كيرفيتشر والسينتر اوف كيرفيتشر ده نقطة بحط عندها سن البرجل عشان ابدأ ارسم الكيرف بصوا كده ده الريدياس اوبت على الكيرف بنديله رمز رو فانا قلتلك ايه قلتلك ان الفلاسطي بتبقى ايه بتبقى تانجنت تانجنت يعني ايه يعني نورمال للريدياس يعني انا لما هرسم الفي هرسمها ايه نورمال للار طب في الكيس رقم تلاتة في الكيس رقم تلاتة السينتر اوف كيرفيتشر بقى موجود هنا سينتر اوف كيرفيتشر يعني مركز الانحناء والبادي والكيرف بيبقى عن مركز الانحناء المسافة دي ادر رو رو تانية لما جارس من الفلاسطي هرسمها بالمنظر ده او ادل في يبقى واضح ان الفي دي اتمالها بتبقى ملازمة للطريق اللي انا ماشي عليه يميل اميل معاه يتعدل اتعدل معاه يبقى واضح ان النص اللي على الشمال ريكتلينيار النص اللي على يمين ايه كيرفيلينيار طب ايه اللي هيخلي العربية تكمل في طريقها وايه اللي يخلي العربية تحود قال الكاويتش القداماني بتاع العربية يعني انا لو جيت رسمت الكاويتش العربية اللي وراء هلاقيه عامل كيه سواء كنت في أو سواء كنت في في كيرف الكاويتش العربية هو عدل اما الكاويتش القداماني هيعمل ايه قال لي لو انت في الكيس رقم واحد هيفضل الكاويتش كده عدل زي ما هو كاويتش العربية هو اتجاه الاكسلريشن اتجاه الفورس اللي بزوء العربية يعني معنى كده ان في الحالة الاولانية هرسم الاكسلريشن بالمنظر ده قادي الاكسلريشن ايه ده بس انا لما رسمت الاكسلريشن رسمت لها ساهمين ساهم مع الفي وساهم عكس الفي يقول لي ايه بقى يقول لي خلي بالك ان الساهم اللي مع الفي ده بنسميه اكسلريشن والساهم العكس الفي ده بنسميه المفهوم الخاطئ هنصححه الجاية لناس معتقدة ان كلمة يعني وغده والديسلريشن معناها انها وغده كلام ده غلط معناها ان الاول فيه مع بعض سواء بقى الاثنين بوصف او الاثنين ناجد ديسلريشن يعني الاثنين عكس بعض سواء مين بوصف ومين ناجد هنتكلم عن ده بالتفصيل بعد كده طب لما جا عاوزك تارسم كويتش العربية في الكيس رقم اثنين قال لي لازم ترسم كويتش العربية مايل كده مايل لجوه اهو مايل كده يعني معنى كده ان الاكسلريشن لما هتترسم هتترسم كده الاكسلريشن عاملة مع الفلسطي ايه؟ انجل يعني نسمي الانجل ديس سي ده حاوض بقى مش انت عملت الاكسلريشن مايلة حاوض الفلسطي شد الفلسطي للأكسلريشن طب لو انا في الكيس رقم تلاتة حبيت ارسم كويتش العربية هرسمه ازاي؟ قال لي هرسمه كده اه واضح ان انا لما هرسم الاكسلريشن هرسمها بالمنظر ده برضو عاملة مع الفلسطي ايه؟ علم مع الفلسطي انجل نبقى واضح في الاسطلايد دي انه طالما الفلسطي والأكسلريشن مفيش ما بينهم انجل طبعا بنعتبر الزيرو والوان ايتي مش انجل يعني كانهم مع بعض يعني يفضل مكمل في ستريت لاين وديولوجيك لما يكون كويتش العربية مع جسم العربية العربية هتحاول يمين ولا شمان لكن لما يحاول الكويتش بتاع العربية الكويتش هو الأكسلريشن احوضه بس لانا بقوله العربية ايه؟ لا غير اتجاهها فتوضل العربية تغير اتجاهها طول ما كويتش العربية مائل طب لو واحد كده بيلف لو واحد بيلف بعد ما بيلف بيعمل ايه؟ قال لي بعد ما بيلف بيرجع الكويتش عدل ليه؟ عشان العربية تكمل بقى خلاص هو يحاول التحوضة بتاعته لكن لو فوض المماية للكويتش العربية تعمل ايه؟ تلف في سيركل يبقى هو ده اللي بيخلي البارتكل يمشي في ستريت لاين او البارتكل يمشي في كيرب احنا النهاردة موضوعنا هو الريكتيلينيار موشن بس يعني ايه يا دكتور بقى ريكتيلينيار موشن؟ ريكتيلينيار موشن معناها ستريت لاين موشن طب يا دكتور ريكتيلينيار موشن او ستريت لاين موشن معناها ايه؟ هقول لك معناها ان الفي والاي كونسايد ويز زا ستريت لاين زا ستريت لاين يبقى انت الفلاستي فيكتور والاكسريشان فيكتور ما لهم منطبقين على الطريق اللي انت ماشي عليه واضح ان احنا عملين نتكلم ونقول كلمات تعبر عن اللي احنا عايزين نشرحه الكلمات دي تسمها ايه الكلمات دي اسمها كينيماتيكال برامترز لكل توبيك هنشرحه في الكورس دوت هيبقى في شوية كلمات بتوصف الجزء ده من الكورس طب ايه هي الكلمات اللي انا محتاج اعرفها في الجزء ده من الكورس تعالوا نشوف اول حاجة عندي رموز او برامترز بتوصف اللوكيشن لو انا جيت رسمت straight line كده اهو فقلت ايه قلت ان المكان ده المكان ده origin يعني ايه اورجين اورجين معناها fixed point او reference point من خلالها بقول انا فين منها يعني طبعا ما ينفعش الورجين يتحرك معايا طب انت فين دلوقتي قال انا موجود في المكان ده بل المكان ده اسمه ايه current location بوضي current location عن الورجين اسمه position اسمه ايه اسمه position وده اول فرامتر عندنا محتاجين نعرف اول فرامتر اسمه ايه اسمه position هنديله رمز ايه بقى هنديله رمز يبقى الاس ده بيعبر عن ايه الاس ده بيعبر عن location of the particle from the origin بعد عن ايه عن الورجين وخلي بالك دي ما لهاش علاقة بانت مشيت قد ايه يعني انا لو قلتلك for example كده قلتلك ان الاس لما كان الTIME بتو ساكند كان بيساوي فور میتر هل دي معناها ان انا مشيت اربعة متر خلال سانيتين لا اما الايه قال لي ده معناها ان انت الساعة اثنين كنت في المكان ده والمكان ده بيبعل عن الورجين اربعة متر طب انت خلال الساعتين او خلال السانيتين من شتا دي لا مش موضوعي معلومة مش واضحة في الجملة يبقى هنا انا بقول لك الساعة كذا انت كنت في المكان كذا ده هو التاني برامتر هو الديسبلسمنت هندي الديسبلسمنت رمز دلتا اس هندي الديسبلسمنت رمز دلتا اس ايه الديسبلسمنت ديت ويه دلتا اس بالعربي اسمها الازاحة يعني ايه displacement يعني ايه دلتأس يعني ايه ازاحة اللي هي difference between two locations difference between two locations يعني ايه اللي يعني انا رسمتلك اهو طريق وكان الارجي موجود هنا بس انا في البداية كنت في المكان ده يبقى المكان ده اس ايه اس انيشيال وبعد شوية بقيت في المكان ده فالمكان ده اسمه اس فاينل displacement دي بيترسم straight line بدايته عند الانيشيال وانهيته عند الفاينل ركزوا معا في الجملة دي الدس بليسمت ده وفيكتور والفيكتور بيتعبر عنه بايه بساهم ارو والساهم ده بيترسم منين بدايته عند الانيشيال وانهيته عند الفاينل ما فيه الساهم معا وج اللي هاسهم كلها straight line يعني معنى كده ان انا على الرسمة دي هتترسم كده اهو ادي دلتا اس بس دلتا اس دي ليها كام احتمال قبل ما اقولك ليها كام احتمال هقولك ان الرول بتاع الدس بليسمت من الرسمة واضح انه هو الاس فاينل مينس الاس انيشيال الفاينل لوكيشن مينس الانيشيال لوكيشن وده بيحطيني في تلات احتمالات الاحتمال الاولاني ان الفارق ده يطلع بالبلاس وده بيحصل لما يكون الفاينل ابعد من الانيشيال وبيطلع بالناجاتف لو كان ايه الفاينل اقرب من الانيشيال وبيطلع بزيرو لو كان الفاينل والانيشيال ايه مكان واحد ايه ينفع اه ينفع ان حضرتك خلال سانيتين كنت في مكان مشيت وفي اخر السانيتين رجعت لنفس المكان انا كنت نايم صحيت من نوم بعد سانيتين لقيتك في نفس المكان اللي سبتك فيه يبقى انت اتزحت قد ايه خلان السانيتين ما اتزحتش انت بالنسبالي ما اتحركتش لكن في برامتر تاني قال لنا الكلام ده غلط البرامتر التالت اللي بيفصل القصة دي اسمه ايه بقى اسمه total distance ساعات بنقول total distance وساعات بنقول distance traveled هنديله سوا رمز اس تي ايه بقى قصة الاس تي ديت عشان نقول ايه قصة الاس تي تعالوا نرسم الرسمة ريت ادي الارجين هنديله رمز اوو او واد الاس او انيشيال اس اي والاس فاينال اس اف لا لا تعالوا نرسمها تاني لا تعالوا نرسمها تاني اس انيشيال اس فاينال دي كده الكيس رقم واحد ودي كده الكيس رقم اتنين وكده الكيس رقم ثلاث ايه القصة دي تعالوا نمشي من الانيشيال للفاين بتلات احتمالات انا كنت عند الانيشيال اهو همشي كده عشان اروح للفاين ينفع اه ينفع طب مشيت قد ايه قال لي مشيت خمسة متر تمام طب اتزحت قد ايه قالت زحت خمسة برضو اهو انا مشيت خمسة واتزحت خمسة واحد تاني كان هنا رجع متر وافتكر ان هو ماشي غلط فرد ورجع ستة متر اللحظين حاجة خلي بالكم الستة مينس الواحد بكم بخمسة برضو بس هو مشي قد ايه مشي سبعة متر مش خمسة زي اللي فوق واحد تالت قال ايه قال ده انا كنت هنا همشي كده ايه ده ده انا فوت المكان اللي انا رايح له ام راجع تاني فمشي سبعة متر طبعا الناس اللي منتبه معايا والصحية عارف انا اكتب هنا هكتب اتنين متر عشان احافظ على ايه احافظ على نفس الدسبلسمنت اللي هما الخمسة متر يبقى دولهم هما التلات احتمالات اللي هامشي بيهم من مكان لمكان ده بيوضح لنا ايه بيوضح لنا ان الدسبلسمنت واحدة الدلتة اس ايه واحدة في الكيس رقم واحد كانوا خمسة متر في الكيس رقم اتنين اتزح خمسة متر في الكيس رقم ثلاثة برضو اتزح خمسة متر لكن المسافة اللي مش هيها واحدة لا دي نجيبها ازاي اللي من قانون الاس توتل الاس توتل بتساوي الدلتة اس الاولانية زائد الدلتة اس التانية وهكذا كمل بقى فور انفينيتي بس خلي بالك هنحط للدلتة اس دي موضلس يعني موضلس يا دكتور يعني نهمل الاشارة بصوا كده الكيس رقم اتنين الستة بوستف لكن الواحد ناجاتف انا ماخد البوستف تو زرايت للتلتة رسومات الخمسة بوستف تعالوا كنا نمسكها واحدة واحدة الخمسة بوستف في كيس رقم واحد طب كيس رقم اتنين الوان ناجاتف السيكس بوستف طب كيس رقم تلاتة السيفن بوستف التو ناجاتف لأ لما اجيب ديستانس اعمل ايه اهمل الاشارات ستة زائد واحد سبعة زائد اتنين ما قلتش مينس القانون ده ممكن يكتب بصورة تانية انه اقول انه هو الشغل الرياضة بقى موضلس دلتا س اي حيص ال اي دي بتتغير من كم لك من واحد لحد ان يبدأ كده تعريف مين تعريف التوتال ديستانس وده كده الرول بتاع التوتال ديستانس يبقى السلايد ديت شرحت تلاتة برامترز بيوصفوا كل حاجة تختص بالمكان مكاني ده اس الدس بلاسمنت ده دلتا اس الدستانس ترافل هي الاس تي طيب في برامترز تانية في برامترز تانية بتوصف لي ايه بتوصف لي الفلاصتي البرامترز هي واحد الانستانتينيواز فيلاسطي وبعد كده هنقول فيلاسطي بس ايه بقى الانستانتينيواز فيلاسطي او الفلاصتي هنديها رمز في بتساوي ايه الفي ديت قال لي بتساوي دي اس باي دي تي دي باي دي تي معناها عشان كده بنقولي ان السانتينيواز فيلاسطي ديت هي الريت اوف بوزيشن البوزيشن ده بيوصف الطريق وانا عملتله درافديف عشان كده قلنا ان الفي هي تانجنت للطريق كلكم عارفين الكلام ده ان هو السلوب السلوب يعني 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 مماز فهنا عندي الفي بدو تساوي ايه دي اس باي دي تي ايه برضو قصة الانسانتينيواز ديت قال لي يعني الفلاصتي في كل لحظة عربية ماشية ففي السانية الاولى سرعة كذا في السانية التانية سرعة كذا في السانية كل شوية في كل سانية لها سرعة مختلفة اسمها ايه اسمها انسانتينيواز فلاصتي في ايه كمان قال لي في افريج فلاصتي الافريج فلاصتي يعني ديها رمز في افريج ايه بي جي والافريج فلاصتي بتساوي الدلتا اس على الدلتا تي اقص ما الافريج فلاصتي ديت قال لي الافريج فلاصتي ديت هي كونستانت فلاصتي to travel the displacement كلمة افريج معناها كونستانت ايه الكلام اللي انا بقوله ده في السلايد اللي فاتت كنا جبنا تلت حلقة كيس واحد وكيس اتنين وكيس تلات جيت بقولك ان انت قدامك تلت ثواني التلات اسمو ايه بقى اسمو افريج سبيد الفلاصتي فيكتور ليه حكتين ليه ماجنيتيود لانه ماجنيتيود وليه دايريكشن ماجنيتيود فيكتور الفلاصتي اسمو سبيد يبقى كلمة سبيد معناها ماجنيتيود فيكتور الفلاصتي الافريج سبيد بتساوي الاس توتل على دلتا تي خلي بالكو كلمة معناها كونستانت فيبقى معناها ايه بقى كونستانت برضو بس ايه بقى قال لي زي ايه خلي بالكم ان الديستانس والافريج سبيد لازم يبقى باصدب لكن الافريج فلاصتي والديس بلسمينت ممكن يبقى باصدب ممكن يبقى ناجدب ممكن يبقى ايه ممكن يبقى زيرو ثلاث احتمالات موجودين اخر برامتر اذا عندنا اللي هو الاكسل ريشن الاكسل ريشن هنديله رمز ايه الاكسل ريشن ده هو ايه هو الريت طبعا كلمة ريت معناها دي باي دي فيبقى ايه هتساوي ايه بقى دي في دي دي بتوقع الرياضة وابلين احنا ممكن نطلع لك قانون كمان لو استخدمنا لتشين رول ايه بقى قانون ده قال لي احنا ممكن نقول دي في ونقسمها على دي اس ونرجع تاني نضرب في دي اس على دي تي ينفع اه ينفع بالشين رول ينفع طب ما هي دي اس باي دي تي احنا لسه قالين انها ايه فين اه قالين انها في يعني ممكن اشيل ديت واكتب ايه في فتبقى بتساوي ايه بقى في دي باي دي اس القوانين المتحكمة في الموشن القوانين اللي هتتحكم في الموشن تلاتة هم ان ال في بتساوي دي اس باي دي تي وان الا بتساوي دي في باي دي تي او ان الا بتساوي في دي في باي دي اس ده كده رقم واحد ده كده رقم اتنين ده كده رقم ايه تلاتة دول هم التلق القوانين اللي مسكين ايه بقى اللي مسكين الريكتيلين يرموش انا عايزكم تشوفوهم زي ما انا شايف انا شايفهم ازاي انا شايف ان القانون الاول هو قانون بيربط ما بين الفي واللوكيشن اس مع التايم القانون التاني بيربط ما بين الا والفي ومين والتي القانون التالت بيربط ما بين الا والفي والاس يبدل كده هم الثلاث قوانين اللي ما لهم اللي هيحكموا لي الموشن شرحنا نظر كتير تعالوا نشوف علاقة كل اللي أنا قلته ده ايه بحل المسائل تعالوا نشرح علاقة ده بالمسائل من خلال الاجزامبل ده الاجزامبل ده رسملي كار ورسملي عليها ساهم وحاطت على الساهم رمزين ايه معنى الكلام ده معناها ان الساهم اللي مرسوم ده هو ساهم الفولاستي وفي نفس الوقت ساهم الاكسلريشن انا عرفت من الساهم ده ان الفولاستي والاكسلريشن مع بعض مش عكس بعض اتعلموا تقروا اتعلموا تقروا انا ما قلتش لسه اي كلام انا بصيت بس للرسمة فهمتي ايه فهمت ان العربية ده سرعتها بتزيد ليه لانه رسم ساهم واحد بيعبر عن الفولاستي وبيعبر عن الاكسلريشن بهم مع بعض طب عرفت ايه كمان من الرسمة قال لي عرفت من الرسمة ان نقطة او دي هي نقطة الارجن طب وعرفت ايه كمان من الرسمة قال لي عرفت بصوا كده تعالوا نعمل زوم اكتر عيش الرسمة مش واضحة قوي بس هو رسم الاس كده وحاطت راس الساهمة هن نفهم ايه نفهم من البداية كانت عنده او والبادي ده ماشي ناحية اليمين يبقى البصد بتاعي ناحية ايه ناحية اليمين كل ده انا فهمت منين من الرسمة بس طب ما تعالوا نقرأ الكلام يمكن نفهم حاجة كمان يعني بغض النظر عن الجملة بس انا اخدت حاجة حلوة او اسمها ايه بقى اسمها ستريت لاين معلومة مهمة في موضوعنا النهاردة مش مهمة ليه يا دكتور لان حضرتك النهاردة بتشرح ريكتلينيار موشن يعني ايه مسألة هتبقى ايه ريكتلينيار موشن لكن دي معلومة بعد كده مهمة جدا انا عايز اعرف هو البادي ده او البرتكيل ده في ستريت لاين ولا في كيرف هو اللي هيقول يما يقول من خلال الرسمة يما يقول من خلال الكلام هو هنا الراجل قلم الاتنين قلم الرسمة وقلم الكلام طب يعني ايه ستريت لاين ستريت لاين يعني الفلاصة والأكسلريشن مع بعض او عكس بعض ما فيش ما بينهم انجل طيب نكمل short is that for a short time ده الفترة معينة ايه اللي حصل في الفترة المعينة دي قال لي it's velocity ايه ترجمة velocity ترجمة velocity يعني طبعي نحط الشاحن ترجمة velocity يعني في ايه ده مش ترجمة velocity يعني السرعة لا سيبك بقى من العربي واسيبك من الانجليش وخلينا في الميكانيكس الميكانيكس قالت ان الفلاصة رمزها ايه في وداني الفي كاكوشن وداني الفي ايه كاكوشن ما تيجي نكتبها ان هو هنا قال لي ان الفي ديت وداني اكوشن قال لي ان الفي بتساوي الفي بتساوي تلاتة تي سكوارد بلاس اتنين تي وهم حتطهالي كده بين قصين وكتب لي جنبا ايه بقى feet per second القصة دي القصة ان اللوكيشن ان البوزيشن بانواعه هتبقى اليونت بتاعته يا اما ميتر يا اما ميتر يا اما feet طبعا الميتر بتوابعه الفيت بتوابعه لو اتكلمنا على الفي لاس دي هتبقى اليونت بتاعتها هي يا اما ميتر بر ساكند يا اما feet بر ساكند لو هتكلم على الاكسلريشن هتبقى اليونت بتاعتها هي اما ميتر بر ساكند سكوارد يا اما feet بر ساكند سكوارد ده بالنسبة للا ايه للدايمينشن فهو هنا بيقول لي ان الفلاصتي بتساوي وقداني معادلة فانكشن في الطايم حتى هو الراجل قال لي هنا ايه خلي بالك ده الطايم ده وفي الاخرى امقال لي لليونت ايه feet بر ساكند سكوارد مش هحاول ولا حاجة مش هحاول من feet لميتر او من متر ده في الفيزياء في الميكاريكس لا انت عايز ايه قال لي determine ايه بقى determine ال position خلي بالك في المسألة هقول لك determine ال position في المسألة تانية هقول لك determine displacement في المسألة تالت هقول لك determine total distance كل واحدة من دول ايه الرمز بتاعها يبقى هو عايز ال position ال position رمزه وعايز ال acceleration ال acceleration رمزها ايه طب الكلام ده امتى قال لي لما يكون ال time بيساوي three seconds تعالوا نكتب ده يبقى هو بيقول لي determine الترجمة determine ايه الترجمة بتاعتك قال لي الترجمة انه هو عايز ال S يبقى حطه قدام ال S على المستفهام وعايز ال A نفس الكلام طب كل الكلام ده امتى قال لي الكلام ده وقت لما ال time يساوي three seconds طيب يلا بينا نحل المسألة دية ونشوف هنحلها ازاي الحل معاك ايه جاو لا 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 انا لا جاو معانا ايه الحل اول حاجة مش معانا ايه اول حاجة احنا عايزين ايه قال لي احنا عايزين ال S بكام ده او الكيس لما ال time يساوي three seconds يبقى انا عايز معادلة تربط ما بين ال S وال T وحاجة معايا حاجة معايا اللي هي مين اللي هي ال V طب ايه هي العلاقة اللي بتربط ما بين ال S وال T وال V لو بصيت هنا هلاقي ان العلاقة الاولينية بتربط ما بين ال V وال S وال T زي ما انا عايز بس يبقى ايه دي اللي تنفع عام جاية هنا اقيل له ايه بقى اقيل له ان العلاقة اللي بتربط ما بين التلاتة دول بتقول ان ال A بتساوي D V اه سوري ان ال V بتساوي ايه D S باي D T طب معاك ايه تعالوا كده نبص هنا انا معاك ايه يبقى انا اشيل الفي وحط مكان ايه بقى شغل الرياضة 3 T squared plus 2 T equal D S باي D T طب مع الرياضة يقول لي من اللحظة دي هي تعمل separation لل variables يعني انا هقول له ايه 3 T squared plus 2 T كل ده مضروب في D T equal equal D S يلا بينا نعمل integration من integration هقول له ايه ان ال S بتساوي تعالوا بينا نعمل integration للكلام ده هيبقى 3 T power 3 على 3 بنزود ال power ننسى مع الباور الجديد plus اتنين T squared على الاثنين هو هتنسى انا شخصيا بانسى فيه ثابت للا ايه فيه constant للintegration تعالوا نسانيه C1 السي وان ده هنجيبه منين هتقعد تقرأ المسألة ومش هتوصل لحاجة طب ليه مش هوصل لحاجة لان حضرتك ما كملتش قراية للاخر لما تقرأ مسألة تقراها من اول كلمة لاخر كلمة عارفين احنا طنشنا ايه طنشنا دي طنشنا الجيفن ده معا ان الجيفن ده هو لا يحللنا المشكلة الجيفن ده بيقول ايه بيقول خلي بالك ان لما كان التايم بزيرو كانت الاس بزيرو condition اهو مكان انا عاني في زمنه يبقى انا هسبستيتوت في الايكوشان ديت عن كل اس بكام بزيرو يبقى زيرو ايكوان مع تلاتة عطير يبقى زيرو باور سري والاتنين عطير مع الاتنين يبقى زيرو سكوارد بلاس سي وان من هنا طلعت السي وان بكام بزيرو فيطلع من هنا الريليشن اللي معايا ان الاس بتساوي تي باور سري بلاس تي سكوارد اهو يا دكتور بس هنا انت جبت ايكوشن ما بين الاس والتي اقول لك ما خلاص ما احنا من اللحظة ديت من الايكوشن ديت نعمل ايه بقى ايكوشن تو نحط التايم بكام بسري ساكنز فنجيب الاس بص هتكرب ازاي هكتب اس واجه هحط تحت كده تي ايكوال سري ايكوال بص بقى تلاتة كل باور سري بلاس تلاتة الكل ايه والكل سكوارد والله هيطلع هتبقى اليوني بتاعته هي في نيجي للمطلوب التاني المطلوب التاني انه هو عايز الاكسلوريشن بكام لما التايم بيساوي سري ساكنز نفكر ازاي قال لي البراكت بتاع تفكرنا الاي والتي واحنا معانا مين معانا الفي طب هل في ريليشن بتربط ما بين التلاتة اه طبعا في ايه هي ان الا بتساوي دي في باي دي تي طب انت معاك ال في يبقى هتعمل دريفت يعني الايه هتساوي دريفت في الكلام ده يعني التلاتة تي سكوارد هتبقى كام تلاتة طايمز اتنين في تي بعد كده زائد اتنين تي تبقى كام تبقى اتنين في واحد يعني كله على بعده كده الاكسلريشن تطلع بتساوي ستة تي بلاس اتنين برضو دي الاكسلريشن ات اني تايم الكوشة الرقم تلاتة هعمل ايه اللي هتحط التي بتساوي سري ساكند بدرت اجيب مين بدرت اجيب الاكسلريشن لما تتي بسري يعني ستة في تلاتة بلاس اتنين جبت الاكسلريشن feet per second squared واحد يقول لي يا دكتور انا كان عندي حل اسهل ايه يا سيد الحل الاسهل قال لي يا دكتور اصلا انا فاكر كده ان لو كانت البروبلم بتاعتي فونجشن في التايم فالاس ديت اقدر عمل لها اجيب ال V وجه اقدر عمل لها دريفتف تاني اجيب مين الاكسلريشن والعكس لو عزمش العكس يعني يبقى الكلام ده صح الكلام ده صح وهو يكافئ القوانون اللي احنا قلناها بس اختصار لاستخدامها مش اكتر يبقى انا معايا ال V كان معايا هنا ال V بكامل V كانت بتساوي ال V ثلاثة T سكوارد بلاس اتنين T فكنت تقدر عمل لها دريفتف اجيب الايه وعمل لها ده اللي فعلا احنا عملنا لحضر دلوقتي هل في سؤال نسمع اسئلة كده لو في اسئلة واحد واحد بس اسم وانا مكنت بحس اعمل تجرب اه هي هي ده شغل رياضة مش قضيت انا كان ميكانيكس يعني انا في النهاية عايز عايز الريليشن اللي متبروزة دي انت بقى تعملها بلاس سي هتعملها ليميتد انتجريشن انت حر دي رياضة انا مليش داخل فيها ايه تاني سيبها للمحاضرة الجاي ليه بقى لان انا المحاضرة الجاي هحل لك عليها مسائل انت عارف كمان وهنحل المسائل على فدول محتاجين مسألة رقمية عشان تفهم المقصود ايه انا بقى السراميتها كده النهاردة عشان اقولك ان احنا عندنا البرامترز الفلانين فانا النهاردة هركز على الفي والاي والاس وعلاقتهم ببعض من خلال الاكويشنز التلاتة دول طب بالنسبة للكلام اللي قلته في الاول محتاج تفصيل اه محتاج تفصيل ومحتاج مسائل كمان فأجل سؤالك ده ايه تاني دكتور اللي مسمح هو الاكسليريشن من حدد اتجاهها ازاي انا ما بحددش اتجاهها هو في المسألة بيحدد اتجاهها هو في المسألة اللي بيحدد اتجاهها طب هو هنا في المسألة عمل ايه رسم لنا السهم اللي انت شايفاه ده وات على العربية يعني السهم اللي على العربية ده هو سهم للفلاصتي وسهم للأكسليريشن طب لو ما كانش يرسمه هعرف منين اتجاه الأكسليريشن من المعادلة بص كده معايا معادلة الفي عبارة عن ايه تلاتة تي سكوارد بلاصة اتنين تي صح الطايم الطايم الفاليوس بتاعته بتنحصر ما بين كام وكام الطايم من زيرو لحد انفينيتي طب احنا لو حطينا في الاكوشن بتاعت الفي الطايم بزيرو لحد انفينيتي الفي هتطلع بصدف ولا نيجيتيف هتطلع بصدف طعب هتعالي بقى في اكوشن الاكسليريشن اكسليريشن احنا جبناها كام ستة تي بلاصة اتنين اي قيمة للتي هتخلي الاكسليريشن برضو بصدف يعني معنى كده ان اتجاه الاكسليريشن مطابق لاتجاه الفي لاصتي تعالي بقى ازود على سؤالك طب انا في المسألة دية يمين الارجين ولا شمال الارجين طب انا يمين الارجين على طول ولا ممكن شوية يمين وشوية شمال اللي هيحدد كده مين معادلة الاس بص كده معادلة الاس بتسوي كام ودي معادلة دايما هتبقى بصدف يبقى انا دايما في المسألة دي يمين الارجين مش شمال وصلت سانا قصدي على اللي هو في اول سلايد اول سلايد لا قصدك في الكيرف ايو لا ده ده انت قديمة خالص ده انت من زمان احنا قلنا ان الاكسليريشن هي كويتش العربي من اللي بيحدد اللي ماسك الديريكسيون طبعا واحنا ماشيين بالعربية الكويتش القداماني بيلف في الواحده ولا انا اللي ساي انا اللي بلفه انا اللي ساي انا اللي بلفه الاكسليريشن هي الفورس مش انت عارفة من قانون نيوتن ان السيجما فورس بتسوي ماس في اكسليريشن الماس ده رقم يبقى زي ما تكون الاكسليريشن زي ما تكون الفورس فمطور العربية مايفهمش العربية ماشي ازاي لكن انا بالكويتش بتاع العربية بقول العربية ايه اتزاقي على طول اتزاقي يمين اتزاقي شمال فلا بيحدد اتجاه الاكسليريشن هي اتجاه الفورس احنا في الجزء بتاع الكينيماتيك ملناش دعوة تحددت ازاي نيجي بقى في الجزء بتاع الكينيتك نقولك تحددت ازاي تمام تمام شكرا تعالوا نروح لمسألة كمان ممكن سؤال لا استنى بقى ايه بعد المسألة دي نسمع اسئلة كمان تعالوا نمسك الايه المسألة دي المسألة دي بتكمل اللي احنا عايزين نقوله المسألة دي بتقول ايه تعالوا نقراها سوا وانترجم انا عايزكم تعرفوا الترجموا كويس جدا انا قريت جملة طويلة عريضة اعتقد ان العموم منكم ما شافش غير بس انا بالصراحة شفت حاجات اكتر بكتير تعالوا شفوها معي انا شفت ايه انا شفت كلمة فايرد كلمة فايرد معناها ان الانيشيال فلاستي is not zero is not zero ايه الانيشيال فلاستي وايه الانيشيال نقطة اللي حردك كتبتها دي احنا عندنا كام رمز عندنا اربع رموز الرمز الاولاني اللي هو اس الرمز التاني اللي هو t الرمز التالت اللي هو v الرمز الرابع اللي هو a v و s و t و a لما كن عايز اقول واحد منهم انيشيال احط تحت الدايرة الصغيرة دي s نود t نود v نود و a نود حيث النود معناها الانيشيال value من ال variable دا يعني الvariable دا بياخد ارقام كتير كده او الرقم منهم بياخد رمز نود ففيه ففيه كلمتين خاصين بالفلاصطي الكلمة الاولينية هي released والكلمة التانية هي fired او projected تد كلمة release معناها ان انا سبته على حالته يعني لو كان واقف يبقى بدء من سكون ولو كان بيتحرك يبقى بدء من الحركة دي يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده يعني انا كنت راكب عربية ماشية بسرعة 60 وانطلع ايدي من الشباك وماسك حجر الحجر اللي في ايدي ده سرعته بكم سرعته هي نفس سرعة العربية 60 عملت له release سبته اول ما سيبه هتبقى سرعته في الاول كام 60 نفس السرعة اللي كان بيمتلكها قبل ما سيبه لكن لما اقول ان انا كنت راكب العربية اللي بسرعة 60 ماسك حجر وحدفته هتبقى السرعة بتاعتي هي ايه هي 60 بلاس الحدفة بتاعتي طب لو انا كنت على ارض ساكنة وعملت release يعني انا واقف في البلكونة وسبت حجر في الحالة دي هيبقى اسمها ايه بقى release from rest release from rest معناها بزيرو ايه قال لي خلي بالك ده v node بتساوي كام بتساوي 60 meter per second بس لحد دلوقتي انا مش عارف اتجاهها ايه لان ممكن تكون 60 دول يمين او شمال او لفوق او لتحت او ميلة انا معرفش لكن هو حدد وقال لي ايه vertically كلمة vertically انا فهمت منها انه هو ماشي straight line انه مفيش حاجة اسمها vertical في curve vertical يجب يكون في straight line يبقى هو هنا ضمنا قال لي ان vertical ده ماشي في straight line motion طب ما هو vertical دي دكتور ايه احتمالين ممكن يبقى الفوق ممكن يبقى التحت اقول لك لا ما هو ضحى وقال vertical ايه vertical downward يبقى downward تخليني احط هنا السهل ماله نازل لتحت طب ما تيجوا معايا نبص للرسمة اللي موجودة في المسألة الرسمة ديت بتديني معلومات هنرجع نقرأ بس تعالوا نشوف المعلومات اللي موجودة في الرسم نقطة او متعرف عليها عندنا كلنا انها الارجين واضح ان هي عند سطح الفليود او ادل بتاع الفليود ورسم لي هنا سهل انا متهيالي المعظم مش شايفه اهو اهو وكاتب عليه اس فاكرين المسألة اللي فاتت يبقى معنى كده ان هو بدء من ونازل لتحت ومعناها تاني ايه ان لتحت عشان كده تلاقوني كتبت بالباصدف بصوا كده كتبت كام بلاستين او ليه لانها ماشي مع الباصدف بتاع الرسمة طيب ايه تاني قال لي واضح ان الفليود ده كان زيت فكان فيه مقاومة لحركة جوه السائل اعتقد ان فيه تجربة عندكم في الفيزي عن كده بيقول يعني دكتور ديسلوريشن ديسلوريشن يعني ده اللي قلناه في الكلام النظر اللي في الاول يبقى كلمة راخر بصوا كتبها بكام بماين 0.4 V سكوار يبقى هنا مدينا الديسلوريشن بكام بماينس 0.4 V واضح ان احنا لسه في مرحلة المعلومات الكتير يعني هو لو كان قلمة ديسلوريشن لوحدها كنت انا بايدي حطيت ماينس لو كان قلي كنت برضو حطيتها ايه ماينس لكن الراجل واضح ان هو لسه مستصغرني فبيديني المعلومة بكلمة ويديني المعلومة بفاليو او بإشارة وبيأكد ان الفلوسط اللي موجودة في الرول دوت اليونت بتاعتها بالميتر طالب ايه بتاع المسألة ايه عايز وعايز كمان كل الكلام ده امتى بصوا كتيبها ازاي واحد يقول يا دكتور انا عارف دي ابقى انا ترجم هالك قلت له ايه قال لي دي معناها دي معناها يا دكتور ان التايم تعالوا نصغر شوية او دي معناها يا دكتور ان التايم بيساوي فور انا مشاطر هوم ذاكر وعارف كل حاجة هقول له غلط التايم بتساوي فور دي ايه غلط ايه ده غلط ما لقيت ترجمة اقولك هو قالك قات ولا بعد ايه ده تفرق اه طبعا تفرق لما اقولك قابلني الساعة اثنين غير لما اقولك قابلني بعد ساعتين صح ولا غلط رغم ان الاثنين اتطقت في الجملتين بصوا كده قابلني الساعة اثنين يبقى التيب كام باثنين لكن لما قولك قابلني بعد ساعتين هل هتقول التيب اثنين لما هتبص في ساعتك تلاقي الساعة دلوقتي اربعة يبقى جملتي معنا ان انا قابلك الساعة ستة جيت قلتلك قابلني بعد ساعتين بصيت في الساعة 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 اللي احنا حدفنا فيها البارتكل يبقى معنى كده تي مينس تي فارد ايقوال كام ايقوال فور واحد يقول يا دكتور يا دكتور ده كادر تعين شمس دول بيحب ويكالكع الدنيا ما يا دكتور اصلا هو فارد لما كان تايم بزيرو يعني تي فارد ديت بزيرو يبقى معنى كده ان تي ايقوال فور ما انت ليه عمل هنه فوق غلط ما انت عدت تشرح هو بقى لك عشر دقايق وصلت النافس ان التي بفور قال لك لا بس خلي بالك بقى هنا في المسألة دي ما دانيش الانش تايم فحطيته بزيرو هل ده دايما موجود طبعا لا ليه لان انا ممكن اقول لك هات لي الفلسطي والبوزيشن فور ساكن افتر زا اكسلريشن اس كزا بصوا اللفة هاقول لك هات لي الفلسطي والاكسلريشن فور ساكن افتر ايه بتتساوي مينس او بوينت فور ميتر بر ساكن سكوار ايه ده هل كده تتيب فور طبعا لا ده انت حضرتك هتروح تجيب التايم لما كانت الاكسلريشن بالرقم ده طلع مثلا التايم بتلاتة فيبقى ساعتها التايم اللي انا محتاجك تجيب لي عنده الفلسطي والاكسلريشن بكام بسبعة اربعة زائد تلاتة فمش دايما الانتيرفل بتديني الفاليو بتاعة التين المسألة دي تدتني الفاليو بتاعة التين يبقى تطابق اجابتي مع الاقتراح اللي حرجك قلته في الاول ده بالصدفة في المسألة ديت لكن مش ده عموم الكلام فخلي بالكم من ترجمة الارقام ساعات الرقم بيبقى للفاريبل وساعات الرقم بيبقى للفاريبل هنا اربع ثواني بعد ما اتحدف فلاقيه ان هنا اتحدف عند تايم بزيرو فالاربع ثواني ادوني التايم لفور بص انا شفت المسألة ازاي لازم حضراتكم تشوفوا المسائل كلها زي كده تمسكوا كل كلمة واتطلعوا معناها مش معناها بالعربي معناها بالميكانيكس طيب تعالوا نحل هدينا ترجم تعالوا نشوف الحل هيبقى عامل ازاي الحل هيبدأ من الريكوايرد احنا دايما بنفكر من اين يؤكل الكتب انت عايز ايه فاللي كان اول ريكوايرد عندي ان انا عايز الفلاسطي بكام لما الTIME كان بفور خلاص برا احنا ترجمناه عايز الفلاسطي لما كان الTIME بفور والله انا شايف ان انت دلوقتي رابط الV بالT وانا اصلا معايا فوق A وV يبقى احنا عايزين علاقة تربط ما بين الV والT والA عارفها ان الA بتساوي DV باي دي طب دي هنعمل بها ايه اقولك تعالوا كده مش الA بتساوي minus 0.4 V بار 3 ها طب خلاص شيري الA دي وحط مكانها DV by DT هتساوي الماينس 0.4 V الناس بقى لشاطرين في الماس انا مش شاطر بصراع في الماس خلي بالكم انا على قد خالص هيقول لي هنعمل يعني هيبقى عندك ايه V باور نيجاتف سري دي V بتساوي نيجاتف 0.4 DT يلا نعمل دي هتدي دينا كام V باور نيجاتف ايه بقى 2 على نيجاتف 2 equal نيجاتف 0.4 تي ممكن نحط الكون سنتيمين او شمان او او يمين يا سيد او بلاس C C1 طبعا محتاجين initial value الانيشال value كان ايه كان ان ال V بتساوي بلاس 60 هو اللي الهالنا طب لو كان فاير ده اوبورد كانتبقى مينوس لان انا اواخد البولتف لتحت كلمة V معناها ايه معناها ان نحط ال time T بزيرو لا هو صباح ما جاب ليه السيرة هنا عن الانيشال ممكن على فكرة الانيشال تايم يبقى غير الزيرو بس لازم يقول لو ما قالش يبقى T not بزيرو طب حط الكلام ده بزيرو اصبح ايه بقى ان C1 هتساوي 60 power negative 2 على 2 تعالى بقى سب الستين الكلام ده تيبقى ايه دعنا نمسح تهي شاف ليس عقب يمسح ومسحات ما بيمسحش طريبا بمزاجه خالص يعني والله معلم طيب هنشطب عليها وانا بعد كده لما بعت لكم الفايل انا هبعت لكم الفايل دوت هكون مسحة لكم البتاع دي اكيد لها طريقة المسحة يبقى انا عند المعادلة عبارة عن 60 power negative 2 minus V power negative 2 الكل على 2 equal negative 0.4 T معادلة ديت معادلة بتربط ال V معادلة رقم اتنين يبقى انا كل اللي هعمله انه هحط ال time equal 4 second اجيب مين اجيب ال V هتطلع معنا 0.559 meter pair second طيب تعالوا نشوف الجزء التاني ايه الجزء التاني الجزء التاني هو انه احنا عايزين نجيب ال position عند time معين عند time بكم عند time before عايزين نجيب ال position عند time before يبقى احنا عايزين علاقة ما بين ال S وال T بس المشكلة ان احنا عندنا علاقة ما بين ال A وال V ايه ده هو في علاقة بتربط ما بين التلاتة دول لا ما فيش فانت عندك احتمال من الاتنين ياما انك تقول S و T و A ودي مش موجودة ما فيش علاقة طبع ما بين S و T و A ياما ما بين S و ايه بقى و V و A ايه ده بس S و V و A دول هينفاقوا ازاي ده انا عايز time انا عايز time اقول لك محنا ممكن نحول time ده ازاي في تفكيرين التفكير الاولاني ان احنا نستخدم ال equation اتنين نستخدم ازاي اللي بقى هنجيب ال V الوحدة function في T يعني هنقول كده 60 power negative 2 minus V power negative equal negative O point T نجيب ده هنا ونجيب ده هنا يبقى 60 plus O point 2 equal V power negative 2 يعني واحد على الكلام ده بس واحد على V square يعني هر بيض ده ده موال كبير قوي يبقى المهم تجيب ال V بقى يبقى ال V هتساوي ايه root 60 negative two negative two plus O point T تحت root وتشيل بعد يقط وتحطها دي S by DT لا 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 ده رياضة صعبة ده أنا صعبة علي يعني طب ايه الطريق التاني قال لي الطريق التاني هو تحويل الجيبنز بص هحاول الجيبنز بص الطريقة ديت وبيقول لي ايه بقول لي هتلاينا ال S بكام لما كان time equal four بس أنا من شوية عرفت عند time before ان V كزا فاقول ايه طب ما هي ممكن نحولها تبقى عوة عايز ال S لما V تساوي 0.559 طب ايه ميزة التحويل ديت ميزة التحويل ديت ان انا ان ال A بتساوي V دي V باي دي ايه ايه انا عندي معادلة لل V لل A عبارة عن negative 0.4 V power three V power a power three راجع اقول له V power three فاجا اقول هعمل separation طبعا ديت هتطير معادية فضل للسكوار فتبقى V power negative 2 دي V بتساوي negative 0.4 DS يلا يا سيدي نعمل integration ديت تدينا V power negative one plus C two وديت تدينا negative 0.4 S طبعا احنا عارفين ال V نود كانت بستين كانت ساعتها ال S نود برضو بايه بزيره فهنتخدم دول نجيب مين S يبقى المعادلة دي سهلة هيبقت معاك كل اللي هتعمله ان ان انت هتحط V بتساوي 0.559 جبت مين جبت ال S اللي هو عايز يبقى انا ما درستي انك تهرب من الكالكلاس وصعوبته فالناس اللي بتحب الكالكلاس هيعمل الحل اللي على الشمال هيقعد بقى ايه يعمل simplification للمعادلة ويجيب ال V لوحدها بعد كده يشيل ال V ويحطها دي S بعد دي صح اه طبعا صح وهيبقى حل مصبوط وياخد الفول مارك لو جايب ايه خطواته صح والفاينل انصر صح الجزء العليمين للناس اللي زي حالاتي الناس اللي هم ما بيحبوش الرياضة وبيحاول يهربوا منها بقدر الامكان كان ايه الطريقة بقى اللي عندي حاول الجيفنز بدل ما كان طالب ال S عند time before خليته بقى طالب ال S عند V بتسكاو كان O.559 في واحد عاب الطريقة ديت قال لي يا دكتور في مشكلة افرد ان ال V بتساوي O.559 دي كانت غلط اكيد هجيب ال S غلط كلامه مظبوط بس انا اعتقد يعني ان لو انت كنت جايب ال V بتساوي O.599 غلط ديت يبقى اكيد انت جايب المعادلة اللي قبلها اصلا غلط لان ما اعتقدش ان مهندس هيعود في المعادلة ويجيب رقم ايه رقم ده احتمال ضعيف فاذا كنت انت جايب ال V غلط يبقى اكيد انت جايب المعادلة غلط فحتى لو استخدمت طريقة الانتجريشن ما انت اصلا جايب معادلة غلط يبقى الدنيا بازت معاك في المسألة ديت اتعلمنا حاجات جديدة عن المسألة اللي قبلها اتعلمنا ايه اتعلمنا كلمة انا بيراجع اكيد اتعلمنا ايه اتعلمنا من كلمة معناها معناها انه هو بدأ بانه نازل لتحت ولما بصيت للرسمة عرفت ان البوزتف متاخد لتحت من رسمة الاس كلمة عرفنا ان وكانت بكم كانت بستين بالبوزتف كلمة معنا ان الا واخد اشارة عكس الفي طيب ايه كمان عرفنا ان الفلوستي يعني في البوزيشن يعني اس وعرفنا التركة بتاعه انها انتيرفل مش انفينت طايم طبعا الناس اللي بتحب الاختصارات هتقول لي يا دكتور انا برضو اعرف حاجة كده انها لو كانت الا فانكشن في الفي فانا بفكر دايما في احتمالين لما يحصل كده لما يلاقي الا دي كانت نقط رقم واحد نقط رقم اتنين لو كانت الا فانكشن في الفي قال لي بفكر في احتمالين ان انا حط الا بتساوي دي في باي دي تي لو المسألة مرتبطة بتايم وبحطها ان الا بتساوي في دي في باي دي اس لو المسألة مرتبطة باي مرتبطة بلوكيشن فعلا هو ده اللي احنا عملناه وحلنا بيه المسألة هاسمع سؤالين فضل ممكن احساب دي اه فضل احنا ليه في اخر مخلوق ده اللي هو بتاع المتاع اللي احساب pload S الله عليك الله عليك الله عليك انا مستنيك من بدري انا مستنيك من بدري تعالوا طبعا بعد الشر عنك يعني تعالوا نحل زي طالب ال F şكرا انا لا بعد الشر طبعا вли انا قلته بعد الشر عليك اه طيب تعال نشوف الحل ده وسؤال ذا مننا جميل جدا بيقول لي ان A بتساوي minus 0.4 V power 3 طب يا دكتور ما هم دينا الفي نود بتساوي plus 60 meter per second قلت له آه قال لي طب ما خلاص إبه الacceleration بتساوي minus 0.4 في 60 power 3 طلع علينا ايه دي يالا نحسب هتبقى 60 power 3 times 0.4 إدانا رقم ضخم كده هو 86400 meter per second square قال لي الرقم دوت هقدر من خلال اقول ايه بقى اقول ان الاس بتساوي V نود T plus half A T square القانون ده هنتكلم عنه بالتفصيل الليكتشار الجاي بس عشان نجاوب على السؤال زي مننا هيبقى 60 مضروفة في time اللي هو بFour plus half في الإلياب كان بقى minus 8 يا 6 ربع ومية في time اللي هو بكام اللي هو بFour الكل square بجبت الS وكان عايز الV كمان اهو الV equal V plus A في T يبقى الV بستين plus negative 8 six 400 في time اللي هو بFour جاب كمان يبقى ديت كده بميتر ودي كده meter per second الحل ده فيه ستفسي كتير اكمل بس وفيه خطوات كتير وفيه ارقام كتير بس انا الحل ده لو جالي هعمل كده واعمل كده حد يقدر يقول لي ليه عشان 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 مش يعني ايه هل يابعا ينفع عند لحظة معينة اسألك عن رقم معين واقول لك ده سابت ولا بيضغير يعني هل هاي الثانية الرابعة الثانية الرابعة واقول لك الفلوس دي سابتة ولا بتضغير طبعا لا عشان اسأل هو سابت ولا بتضغير لازم يبقى في interval يبقى في فترة خلال الاربع ثواني خلال العشر ثواني الجايين لا ده في الخمس ثواني اللي فاتوا يبقى البشموندس اللي سأل السبات محتاج interval السبات محتاج ايه interval فكانت المسألة بتاعتنا من time ب zero لحد time ب count لحد time ب four كانت الاكسجن بتساوي negative 0.4 V power 3 الرقم ده variable كل شوية بياخد value مختلفة انت لما حطتها في البداية الvalue دي هيكت الانود بس القانون ده لازم تبقى الاكسجريشن سابتة خلال الفترة اللي انت بتدرسها فطبعا خلي بالكم من الواقعة دية انا مقصودش المسألة دية انا اقصد الواقعة دي بتحصل في مواد كتير في مسائل كتير بيبقى معاك حل والحل ده بيبقى سريع وشايفه عبقري وساعات ممكن تملى بيه صفحة فلوسكاب كاملة من الخطوات والارقام والحسابات وللأسف بتطلع من الامتحان تلاقي 20-30 واحد زيك حلل نفس الحل وتراجعوا مع بعض وتقولوا بس احنا قفلنا الامتحان فخلي بالك من الاخطاء دي سؤال زميلنا جميل جدا 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 لان نوضح لنا غلطة كتير جدا مننا بيقعوا فيها وكنت هأكد عليها المحاضرة الجاية ان نخلي بالك القوانين الخاصة لها شروط خاصة القوانين اللي معظمنا حافظها V equal V node plus A في T V squared equal V node squared plus 2 F S plus half A T squared ليهم شرط ايه هو الشرط إن الأكسلراشن تكون constant along the choosing interval انت قررت تدرس هسخلي بالك في مسألة بتبقى interval مسألة عربية مشية في interval كانت الأكسلشن ثابتة في interval تانية كانت الأكسلشن constant sorry variable ففي الحتة الثابتة تقدر تستخدم القوانين دي في الحتة الـ variable ما تقدرش تستخدم القوانين دي ها فين زميلنا اللي سأل لأن شكله زعل نعم 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 سؤالك جميل جدا بصراحة طيب أنا قلت هسمع سؤال كمان ها قول دكتور بعد اسنق ممكن سؤال قول ها ها هو معلش هو حاجة بس أنا متلخبطة فيها يعني هي c2 هنجبها ازاي يعني هحط eb0 علشان عوض وجيب c2 بعد ما صلت الـ equation d c2 اللي هو constant التاني اعم انت معاك اهو معاك initial position انه بزيرو واي بصي تعالي كده ناخد الاختراع ده بص شايفت شايفت اللي هنشألت تعالي دلوقتي ده الـ v بكام بستين والـ s بكام بزيرو هنيجي بقى في المعادلة اللي هي رقم تلاتة اللي انا سمتها تلاتة دي دلوقتي هنشيل الـ s نحطها بزيرو ونشيل الـ v نحطها بستين يبقى من اللي فاضل c2 نحسب اهو بصي اي constant بتاع integration بنبقى محتاجين نعرف كل عشان نعرف نطلعه هو يعني في الـ equation رقم واحد انا ما كنتش عارف c1 بس كنت عارف ايه بقى ان الـ v نوب بستين عند التايم بزيرو فجيت في المعادلة دي وحطيت كل v بستين وكل t بزيرو اتفضل لي مين c1 طلعت فالمعادلة رقم اتنين المعادلة ديت يعني فيها v و t و c1 فعرفت ال v و t المعادلة اللي انت سألت عليها فيها v و s و c2 فانا كنت عارف v نود والs نود جبت c2 تمام شكرا يا دكتور العفو تعالوا نمسك هو مش سؤال جديد هو سؤال في اللي كان لسه الباشماندي سأله مش شوية اللي هو اللي هو كان بتاع القوانين السابتة دي تعال جرينا ده ايو احنا كنا عوضنا في نفس القوانين دي بس بقيمة v و كنا برضه عوضنا في الـ اللي هي عند t equal 4 كانت قوانين تمشي عادي صح؟ لا ما تمشيش عادي بص بص دي دي مش قوانين لحظية انتوا كده هجروني الكلام انا هقوله المحاضر الجاي بص انا هقولك سريعا بس لو ما فهمتش ما تسألنيش ماشي؟ ماشي القانون ده كده غلط القوانين دي كده مكتوبة غلط كتابة القانون انها v equal v plus a delta t قانون التاني برضه مكتوب غلط على فكرة هو v square equal v node square plus 2a delta s اخدت بالك من حاجة ان هنا دي اسمها delta t فانت لما تقول t 4 هي اصلها 4 minus 0 السؤال بقى من 0 لل4 كانت الاكسيشن سابتك؟ لا delta s من s node لس عند تابة برضه لا فدي قوانين مش قوانين لحظية القوانين اللحظية هي قوانين اللي احنا بنتكلم عنها في محاضرتنا تعالوا نمسك المسألة الاخيرة لانا انا شخصيا بصراحة تعبت معرفش انتو تعبتم ولا لأ بس ايه انا تعبت فتعالوا نترجم المسألة دي نروح رغم ان احنا في البيت في المسألة دي بيقول لي سروق يان هرابياد على الانجليزي يان هرابياد واضح ان الراجل عمال يشرح لنا مسألة طويلة عريضة بيقول لنا ايه بيقول لنا خلي بالك ده في هنا تو بليت سهو البليت ايه والبليت بي وفي كرة بتقع ما بينهم وقال لي طبعا داون وورد عشان ايه يوصف لي انها نزلة لتحت خلاص بقى احنا بقينا محترفين اراية رسومات انا لو بسيط للرسمة دي كلنا مفروض الناس اللي منتبهها معايا هتبقى عارفة ايه هتبقى عارفة ان المكان ده هو يعني نقطة ايه تمثل وهيعرفوا ايه كمان هيعرفوا ان الاس متقاسة من الارجين دي السهم هو بتاع الاس ويفهموا كمان ان البوستيف كان لتحت المفروض كل الناس اللي قدامي تفهم كده طب تعالوا نشوف الكلام ترجمته ايه بيقول لي كلام المفيد بقى ايه زا بارتكل اه از ريليز دي فروم ريست عد زميد بوينت سي حيث الاس بمئة مليمتر اتفقنا ان كلمة ريليز لوحدها مش معناها الفي نوت بزيرو لكن كلمة تترجم لي ان الفي نوت بكام بزيرو واحد في مرة سألني يا دكتور هي الفي نوت بزيرو دي داون وورد ولا اوب وورد طبعا كلكم عارفين ان الزيرو مروش دايريكشن لكن لو كان لي كنت لازم أبعارف هي اوب وورد ولا داون وورد طب ايه كمان قال لي اتزا ميت بوينت سي المسافة ما بين الايه والبي متين المسافة ما بين الايه والبي ايه متين يبقى الميت بوينت بكام بمية طب المية دي بوستف ولا نيجاتف خلي بالك بق انت رسم الاس التحت وهو في الجزء البوستف بتاع اس يبقى الاس نوت بكام الاس نوت بتساوي ها ميت ميلي ميتر بالبلس ايه دا هي ممكن تبقى بالماينس اه ممكن تبقى بالماينس في مسألتنا هنا بالايه بالبلس اهتموا بالاشارات لان الاشارات بتوديني في مسألة تانية خالص and the acceleration اه دا مديني معادلة للacceleration بيقول لي ان الايه بتساوي 4S حيث الاس ديت اه اليونت طبعا بتاعتي meter per second squared وخلي بالكم من الاس ديت ان ايه اه خدعة هي الميتر الميتر يبقى لازم يبقى كل حاجة عندي بالمتر يعني معنى كده ان الاس نودي قبل ما انسى احولها هتبقى بلاس كام هتبقى بلاس او بوينت وان ميتر انا شخصيا بغلط بصوا كده بتاع ازاي وفي معلومة عن البي ايه المعلومة اللي تعرفها عن البي لو بصت لرسمة هلاقي ان الاس بي بكام بمتين يعني بلاس بلاس او بوينت تو ميتر والراجل حتى لسه مستصغرني ويداني القيمة كمان كرقم بيقول لي كمان عايز ايه عايز تايم التاكس تترافل فروم سي تو بي يعني عايز تايم من سي لبي طبعا تايم من سي لبي هو تايم بي ماينس تايم سي من حقك من حقك لو مدكش معلومة عن الانيشيال بوزيشن تحط بزيرو من حقك لو مش مديك معلومة عن الانيشيال تايم تحط بزيرو هو هنا مدناش معلومة عن الانيشيال تايم يبقى التايم تايم بزيرو يبقى واضح ان التايم بي اللي عايزه هو نفسه مين هو نفسه تايم النقطة بي كده احنا ترجمنا المسألة يتفضل نحل المسألة هنحلها ازاي الحد تعالوا نمسكها واحدة واحد انت عايز ايه قال لنا عايز الفلاسطي بكام لما كانت الاس بتساوي بلس أو بوينت تو ميتر واحد قال لي يا دكتور المعادلة اللي معاك هي فور اس وانا اعرف ان لو كانت في الاس يبقى انت ما قدماكش غير ان الايه بتساوي في دي في باي دي اس اقول له صح يبقى انا هشيل الايه دي واحطها ايه في دي في باي دي اس بتساوي ايه بقى بتساوي فور اس اعمل يبقى في دي في هتساوي فور اس دي اس من ضمن الناس اللي انا منهم بعد شوية بنسة بعد شوية بنسة وبكتب ايه بقى في دي في بتساوي فورتي فايف دي اس واعمل كده هلقبالكو عشان انا من الناس دي اوه تبقوه زي تعالوا نعمل او هنا ايه او وفي الانتجريشن دوت نحط ايه نحط او نحط ده صح وده برضو ايه وده برضو صح ليه اتنين صح طب لو انا عايز اعمل اشان الناس اللي حابة تحل بالليمتس قال لي بنبدأ فوق نحط اي في عند اي اس اي في عند اي اس طب وتحت قال لي تحت بنحط condition احنا عارفينو تحت بنحط condition احنا عارفينو انت عارف ايه قال لي انا عارف لما كنت عند نقطة سي كانت السرعة بزيرو لما كنت عند نقطة سي كانت السرعة باي بزيرو تعالوا نعمل الانتجريشن الانتجريشن دوت هيدينا ايه اللي貎 الشمال هيدينا V سكوارد هنطلع فوق كده V سكوارد على ايه على الاثنين وهنسبستيتيوت من زيرو لاي V طب واللي علمين هتدينا ايه هتدينا فور S سكوارد على الاثنين وهنسبستيتيوت من كام لكام من O.1 لاي S كلام ده اعتقد ان هو سهل بالنسبة لنا كلنا هجا اقول له ايه العليمين بقى عبارة عن V سكوارد على الاثنين V سكوارد على الاثنين ماينس زيرو واللي علمين هيبقى ايه ما تيجي نشيل الاثنين اللي عاملان لنا واشا ايه نضربها هنا وهن طب يبقى V سكوارد على طول واللي علمين هيبقى ايه فور هنا S سكوارد وهنا O.1 ايه O.1 سكوارد ايه بقى واضح ان انا طلعت بان V سكوارد هتساوي فور في S سكوارد ماينس O.1 سكوارد خلصت هتعمل ايه للمعادلة ديت معادلة رقم اثنين هتحط الاس بتساوي O.2 تجيب مين؟ تجيب الفلاصتي عندي بيه اليونة ايه بقى؟ Uh.1 سكوارد أبطل وضاقر ان ديت نفهاش مشكلة سعلا نروح لـ التاني هو عايز ايه بقى عايز التايم عايز تاني عايز التايم بتاع نقطة بي طب انت عندك كم معلومة عند البي قال لي عندي معلومتين المعلومة الاولينية كانت given وانواثق منها ان الاس بتاعت البي 0.2 متر والمعلومة التانية قال المعلومة التانية انا اللي جايبها ان الفلوسطي بتاعت البي كانت تعالوا كده نغشها كانت 0.346 0.346 طب وانت معاك ايه قال لي انا معايا معادلتين معادلة بتربط الاي بي الاس ومعادلة تانية بتربط البي بالاس طب بس في مشكلة انه الاي والاس ما يجيبوش تايم والفي والاس ممكن يجيبو تايم بس مكالكع طب هل ينفع اربط الطايم بالاس ما عندكش معادلة تربط طب هل ينفع التي بالفي اه ينفع بس المعادلة صعبة وهيبقى واضح ان انا ما قداميش غير الطريق بتاع ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي طب انت ليه دكتور متخوف من الطريق ده بطريق جميل جدا اقول لك بصراحة هيبقى فيها شوية حسابات كده مش مش عاجبين انا يعني لازم تجيب الفي الاول لوحدة فهتيبقى ايه اتنين في ايه بقى في اس سكوارد مينس او بوينت وان سكوارد تحت الروت تمام تمام ودي جينا تقول لي ايه ان الدي اس باي دي تي بتساوي الكلام ده اس سكوارد مينس او بوينت وان سكوارد تقول لي ماشي جيب دي هنا ودي جيب دي هنا فتبقى الدي اس على الروت اس سكوارد مينس او بوينت وان سكوارد بتساوي اتنين دي تي ويعمل ايه ام الانتجريشن لما كنت في البداية طبعا هنا هنحط اي اس وهنا هنحط اي تي طب تحت قال لي في البداية يعني لما كانت تايم بزيرو كنت عنده نقطة سي يعني كنت على عمق كام او بوينت وان لجل الحظ الانتجريشن ده محفوظ الانتجريشن ده ايه ها في سؤال الانتجريشن ده محفوظ فيطلع بقى في النهاية لين الروت ده اس سكوارد مينوس او بوينت وان سكوارد مينوس الاس على او بوينت وان هيساوي كام هيساوي اتنين تي طب محفوظ ازاي يا دكتور انا عندي كده ورقة عمرها يزيد عن الميت سنة هعمل لها سكان والدهالكم بس عايز اقولكم ملحوظة مهمة جدا ان احنا مش هنروح للانتجريشنز الصعبة يعني في الغالب مسائلنا هتتحرك في البينوميا الانتجريشن تزود الباور تقسم على الباور الجديد نقص الباور الكلام ده كله لكن الكلام اللي محتاج مني بقى ساين مينوس وان وكوتان وتان وكلام الكبير ده نسيبه اللي ايه نسيبه اللي بتوع الرياضة ونسأل احنا بس في الميكانيكس فاحنا مش هنجيب لكم انتجريشنز صعبة بمعنى الكلمة طيب وصلت للمعادلة ديت معادلة رقم تلاتة هيتفضل ان انا هقوم بتعويض مباشر بان انا احط الاس بتاعتي تعالوا نطلع كده فوق شوية هنحط الاس بتاعتي بكام هنحط الاس بتاعتي بال نقدر نجيب بتاع نقطة بيطلع معنا ماشي الكلام بكده انا خلصت اللي محتاجكم تعرفوه النهار ده انا كنت محتاجكم تعرفوه ايه الاتي عشان كل واحد يبقى عارف اللي مطالب بيه الاسلائل الاولانية احنا كنا بنتكلم على هندرس ايه في الترم ده بعد كده عرفتوكم ليه البادي هيمشي في السريت لاين وليه البادي هيمشي في كيرف والرسمة دي لازم تبقى حضرة في ذهن حضرتك لحد ما تمتحن الفاينل لحد ما تمتحن الفاينل وزي ما جاوبنا سؤال زميلتنا ان اللي بيحدد تجاه الاكسلريشن هي الفورسز المسببة للاكسلريشن وده اللي هندرسه في الجزء بتاع الكينة دي ومن الملحوظات برضو اللي بأكد عليها ان الفلوس دي دايما تبقى تانجنت تانجنت يعني بربندكلر لريديس الكيرف لو كنت ماشي على كيرف او باراليل لللاين لو كنت ماشي استريت لاين اتكلمنا عن برامترز ما حلناش عليها اللي هما البوزيشن وده بعضي عن الورجين الديسبليسمين وده الفرق ما بين مكانين وده احتمال يبقى باستف او نيجاتف او زيرو والتوتال ديستانس اللي هي رمزها استي وده المسافة اللي همشيها ما بين مكانين فيه كريتيريا هتتعرفوها وتتعلموها بالتفصيل لحساب الدلتا اس وحساب الاس تي ان شاء الله المحاضرة الجاية من البرامترز اللي اخدناها برضو ما حلناش عليها هي الافرش فيلاستي والافرش سبيد كلمة افرش معناها كلمة كونستانس بديل للتغير اللي بيحصل هجيب قيمة متوسطة قيمة سبت لكن النهاردة المحاضرة كانت متركزة على ايه متركزة على استخدام التلات معادلات دول ان الفي بتساوي dS by dt ان الا بتساوي dV by dt وان الا بتساوي V dV by dS خليتكم تشوفوهم بطريقة مختلفة ما تعاودتوش عليها ان الفي بتساوي dS by dt هي علاقة ما من الفي والس والت كذلك اللي بعدها كذلك ال lie اللي بعدها وده ما يمنعش استخدامكم لاختصارات اللي انتو عارفينها من الدراسة السابقة إن لو المسألة function في time أعمل A لو function في V أعمل A وهكذا في المثال ده أكدنا على الترجمة إن الترجمة مش مقصود بها ترجمة كلام المسألة الكلام بالعربي ترجمة المسألة المقصود تحويل الكلمات اللي موجودة لإيه لرموز رموز محطوط قدامها علامة استفهام أو محطوط قدامها شوية أرقام كمان كلمة short time سؤال زميلنا بتاع أستخدم قوانين الكونسانت ولا لأ هو الراجل بيأكد لك إن انت خلال الفترة بتاعت المسألة ديت كنت بتشتغل variable وبدأنا نتحرك ما بين القوانين اللي احنا عارفينها اتعلمنا في الإجزامبل دوت إننا كلمة fired معانا الانيشال فلوس تليها value وكلمة downward اديتني السنس افزا value هي positive ولا نجد اتعلمنا سوى نقرأ الرسمة وعرفنا بيبقى فين الورجين وطالما رسم الاس بسهم يبدأ اتجاه الباصل بتاع الموشن اتعلمنا كمان إن 4 seconds after it fired معناها إن هو مدينا delta t مش مدينا time t اتعلمنا كمان في الإجزامبل دوت إن أنا ممكن أغير الجيفنز حاولت الجيفنز بما إنه كان طالب الاس عند t فلاقيت الطريق صعب فحاولتوا بقى إنه عايز الاس عند الvi لأن أنا already كنت عارف الvi عند t equal a equal four وآخر مسائل عندنا كان بيأكد على معنى كلمة released from rest كلمة released from rest معناها إنها v not equal zero ومن أصعب المسائل اللي بيبقى فيها integration هي المسائل اللي فيها في الاس لأن لو في الاس بتبقى أنت مضطر تستخدم القانون اللي هو v بتساوي وده في الغالب بتبقى الvi جاية حاجة فلازم تتخلص من الباور قبل ما تشيل الvi وتحطها بكده يبقى أنا خلصت كل اللي محتاجكم تعرفوه طبعا الملحوظة ديت أنا هسيبها كده متشغبط عليها عشان فعلا ده خطأ شائع مش عايزين أي حد مننا يغلط فيه تعالوا ننهي الريكورد بتاعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر